من جانبه أوضح المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري أوضح تحديثات بروتوكول أخذ الجرعة المنشطة تم خفض مدة الجرعة الإضافية الثالثة أو الجرعة المنشطة للحاصلين على التطعيمات التالية وهي كوفشيلد، أسرازينيكا، سبوتنيك وفايزر بدل من تكون ستة شهور إلى ثلاثة أشهر وفق للإحصائيات المحلية والبيانات المحلية التي أكدت بأن للتصدي وكخطوة استباقية كذلك للحماية وتعزيز المناعة ضد أي تحورات فيروسية وضمنها تحور إميكرون فتم إدراج تخفيض الوقت للحاصلين على التطعيمات من الشهر السادس إلى ثلاثة شهر من آخر جرعة وكإشعار بضرورة أهمية أخذ هذه الجرعة المنشطة للمتعافين كذلك تم تخفيض أخذ هذه الجرعة من سنة إلى ستة شهور وكذلك كان بيان على أكثر من أربعمائة وستين بيانات حللناها خلال الفترة الماضية من يناير 2021 إلى منتصف نوفمبر 2021 فتبين بأن المتعافين من فيروس الكورونا يستحقون أخذ المنشطة ما بين ثمانية إلى عشر شهور وكنوع من الاحتراز كذلك تم تخفيض المدة من سنة إلى ستة شهور اشتركوا في القناة